مرحبا بكم في دورة احتراف الاستثمار في العملات الرقمية من الصفر سألخص لك خبرتي التي تزيد عن سبعة أعوام في هذا المجال وسأطلعك على جميع الأخطاء التي وقعت بها خلال تلك السنوات وسنركز في هذه الدورة على بناء أساس قوي للمستثمرين بدءا من الأساسيات ووصولا إلى استراتيجيات الاستثمار المتقدمة بالإضافة إلى ذلك لن يتم تركك وحدك في هذه الرحلة سيكون لدينا مجتمع نشط في المدرسة الخاصة بنا على التليجرام فلدينا قسم خاص لمساعدة العضاء فإذ كان لديك أي سؤال أو أي استفسار لا تتردد في طرحه في هذا القسم أما الآن سنبدأ بشرح المقدمة لهذه الدورة ستنقسم هذه الدورة إلى سبعة أقسام سنقوم بشرح جميع هذه الأقسام بشكل مبسط ومن ثم سنعود ونتعمق في كل قسم على حدة في القسم الأول سنقوم بتعريف الويب 3 والتكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الرقمية ولكن يجب علينا أيضا أن نقوم بتعريف الويب 2 لكي نستطيع أن نفهم ما هو الويب 3 أما في القسم الثاني سنقوم بشرح جميع المفاهيم الأساسية في العملات الرقمية التي يجب على كل مستثمر أن يعلم ما هي وأيضا سنقوم بشرح جميع القطاعات الاستثمارية في مجال العملات الرقمية ومن ثم سننتقل إلى القسم الثالث حيث سنقوم بشرح ما هي المنصات والمحافظة المركزية وطريقة عمل حساب على هذه المنصات وطريقة البيع والشراء والإيداع والسحب طريقة تأمين هذا الحساب وكذلك الأمر في القسم الرابع سنقوم بشرح ما هي المنصات والمحافظة اللامركزية وسنقوم أيضا بشرح طريقة فتح حساب على هذه المنصات وطريقة السحب والإيداع والشراء والبيع وسنقوم أيضا بشرح طريقة تأمين المحافظة اللامركزية وهذا القسم هام جدا لأن هناك الكثير من المستثمرين الذين تم سرقة أموالهم وذلك بسبب سوء استخدام هذه المحفظة أما في القسم الخامس ألا وهو التدقيق البرمجي سنشرح في هذا القسم طريقة تحليل العملة برمجيين وطريقة فهم التقارير التي تصدرها الشركات لأنه ذلك الكثير من المحتاليين الذين يقومون بإنشاء عملات رقمية احتيالية أو من ثم يقومون بالترويج لها وبالتالي عندما تقوم أنت بالاستثمار بها ستفلس وأيضا سنتطلق إلى طريقة كشف العملات الضعيفة أو الاحتيالية من خلال الكود البرمجي أما عن القسم السازس سنشرح فيه طريقة كشف العملات الممينة وذلك من خلال تحليل بيانات على السلسلة وتراسة خبرات الفريق والمنافسين وحالة الكود البرمجي والداعمي لهذه العملة والكثير من الأمور الأخرى أما عن القسم السابع فسنتحدث فيها عن مواضيع متقدمة وهي ستكون مواضيع لنهائية وذلك لكثرة التحديثات في هذا المجال هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس الأول وأذكر جميع في حال كان لديك أي استفسار لا تتردد في الانضمام إلى مدرسة وبي ثري سكور على تريغرام سأضع الرابط في أول تعليم وإلى اللقاء